اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن علاج الخراج في المؤخرة يعتبر من الحالات المؤلمة جدا بسبب تكون القيح نتيجة للالتهاب الخلوي بالقرب من فتحة الشراج وفي الغالب تكون معظم خراجات المؤخرة نتيجة لوجود عدوى في بعض الغدد الشراجية الصغيرة ومن اشهره هو الخراج في المنطقة المحيطة بفتحة الشراج وفي الغالب يظهر على هيئة تورع ينتج عنه ألم شديد لا يستطيع المصاب الجلوس منه ويكون مكان الإصابة أحمر ودافئ وخراجات الشراج التي توجد في الأنسجة الداخلية هو من الخراجات النادر حدوثها ولا تظهر للمصاب يعتبر الشق الجراحي من طرق العلاج الأكثر تداولا للتخلص منه بكافة أنواعه سواء كان خارجي أو داخلي وفي العادة يحقق نجاحا ممتازا ولكن من النادر أن تحدث بعض المضاعفات مثل الناسور الشراجي وفي بعض الأحيان تغلق الفوه الخارجية للناسور مما يتسبب في الخراجات المزمنة في المنطقة المحيطة بالشراج أسباب ظهور خراج في المؤخرة يحدث نتيجة للتعرض لالتهاب حاد وينتج عنه دخول الميكروب الصديدي لنسيج الشخص المصاب ويظهر خراج سطحي ومتورم وأحمر اللون ويصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وشدة ألم المنطقة المصابة وأيضا ارتفاع في عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء التعرق المفرط بشكل دائم إهمال نظافة هذه المنطقة على الرغم من أنها أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا استخدام علاجات الاستيرويدات الحرص على ارتداء بناطيل وملابس داخلية ضيقة لفترات طويلة التعرض المستمر للإحتكاك الجلدي التعرض للبكتيريا والطفيليات بصفة مستمرة أعراض ظهور خراج المؤخرة ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد الشعور بالحكة والهرش في المنطقة الشعور بصداع بسيط الشعور بألم وسخونة تخرج من المنطقة المصابة علاجه من الممكن التخلص من مشكلة خراج المؤخرة بالكثير من الطرق الطبية منها المضادات الحيوية بعد استشارة الطبيب الشق الجراحي ولكن على الرغم من نتائجه لا ننصح به المريض أن يقوم به من تلقاء نفسه فقد يؤدي لتلوثه وازدياد الحالة للأسوأ المرهم الأسود عبارة عن مرهم متماسك ولزاج يتم استخدامه للحالات السطحية والخارجية ومن الممكن استخدام بعض المراهم مثل فيوسدك أسد كريم فله الفاعلية في علاج أنواع الخراجات المختلفة وأيضا كريم جنتا مايسان إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر